شاهدين كنا مع حضراتكم في نقل فعليات المؤتمر الصحفي في مقر وزارة الخارجية طبعا لنقل وقاء هذا المؤتمر الصحفي الوزير الخارجية سامح شكري والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري عقب جلسة المباحثات بينهما الحقيقة تبعنا هذا المؤتمر الصحفي وتبعنا أيضا كلمة وزير الخارجية سامح شكري أيضا تبعنا كلمة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري كان مؤتمر صحفي زي ما حضرتكم تابعته وتابعنا قبل الموجز بيتكلم عن المباحثات أو ما تم فيها المباحثات ما بين الطرفين سيد سامح شكري وزير الخارجية قال طبعا زيارة مهمة بتعكسة العلاقات القوية بين الدولتين في كافة المجالات وبحثات كانت مهمة ما بين الطرفين في ظل طبعا استعدادات مصر الجارية لاستضافة كابتوني سيفن مهم أن يكون في حشد للتمويل ده طبعا زي ما قال سيد سامح شكري مهم أن يكون في حشد للتمويل اللازم للدول المنمية اللي بتعاني من التغيرات المناخية لأنها طبعا أقل الدول إحداثا لهذه التغيرات أيضا تحدث الوزير سامح شكري وزير الخارجية تحدث عن حرص مصر على تمكين الشباب وتأهلهم للتعامل مع هذا البلف وأيضا تحدث أنه تم التباحث حول بلفات الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأشار للعلاقات الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والحقيقة أنه بيشهد أو بتشهد مئويتها العام الحالي سيد جونكيري قال بحثنا سويا عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا المناخ وهي موضوعات ذات أهمية وتم البحث عن حلول لها بالإضافة لأن مصر بتلعب دور مهم جدا ودور محواري وقيادي في هذا الصدد وأن الموحسات اللي تمت ما بينهم وضعنا فيها نصب عيوننا قضايا المناخ وكل القضايا المتعلقة به أيضا ألمح جونكيري إلى أليات العمل اللي تم التوصل لها للتعامل مع هذا البلف وأيضا تحدث وتطرق إلى دور المصر الهام والفعال في هذه القضية تحديدا وأيضا التباحث حول أبرز القضايا والعوامل التي تؤثر على قضية المناخ وكان يتحدث أن هذه الموضوعات وتحديدا موضوع المناخ والطاقة هم من أهم الأمور ومن أكثرها حيوية وأن القيادة المصرية تدفع قدما باستخدام أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة ما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية أكد كمان ثقته بالقيادة المصرية بدون شك عشان كده حرصنا على تدشين زي ما قال تدشين مجموعات عمل للتنسيق فيما بيننا في القضايا الخاصة بالمناخ ولأن الأمر متعلق بحياتنا إزاي نستفيد من الطاقة الجديدة والمتجددة لمصر أطعت فيها شوت كبير جدا لأنه على سبيل المثال إزاي نسير سياراتنا أتكلم كمان وقال إن القيادة المصرية بتلعب دور مهم جدا في هذا الملف وأطعت شوت كبير في ده وعندنا خطط مشروع لابد من تنفيذها أبرزها عدم زيادة الانبعاثات الكربونية والتأكيد على تنفيذ مخرجات قمة المناخ لأنه في بعض القادة قال أنه في دول لم تنضم وفي بعض الدول التي انضمت ولكنها لم تبدأ بالفعل في تقليل انبعاثاتها لابد من الحديث مع هذه الدول صحيح يا شكري أيضا تحدث عن ضرورة توحيد صفوف العالم أجمع لأن هذه القضية بتواجه العالم أجمع وأضررها تطال العالم أجمع وأيضا تحدث عن الدور المصري وإسهاماته في خير البشرية أيضا الإنسانية يعني مشاهدين هذا كان ملخص سريع عن هذا المؤتمر الصحفي مؤتمر عقد بمقار وزارة الخارجية بين وزير الخارجية الوزير سامح شكري وأيضا جون كيري مبعوث الرئاسة الأمريكي للمناخ جون كيري عقد طبعا مباحثات تمت منهم بالفعل